لآهل البيت عيزون لا يزولوا لآهل البيت عيزون لا يزولوا الذين احمد وضعوا لا يزولوا لا يزولوا لا يزولوا لا يزولوا لا يزولوا لا إله إلا الله 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 ما الله 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 لا إله إلا الله 그랜� رسول الله وَا لَا لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ أَلَيْهِ وَعَلِيهِ 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 وَسَلَّمْ اشتركوا في القناة 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 بعض الأطفال صلى الله عليه وسلم قال تقبلون أطفالكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك وفي الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شجيء وكذلك بقية أسماء الله تبارك وتعالى يبدو تدرك معناها اللائق بجلال الله وتعمل بمقتضاه وتتخلق بما يخصك أنت أيها العبد وقال ذن ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكان يقول بعض الصالحين إذا أردت أمرا فانظر الاسم من الأسماء الحسنى المناسب له واربطوا بلا إله إلا الله ورددها يحصل لك فمثلا إذا أردت رزقا فتقول لا إله إلا الله رزق لا إله إلا الله رزق وتكرره فيسر لك الرزق وإذا أردت حفظا وحراسة من شيء تخافه فتقول لا إله إلا الله الحفيظ لا إله إلا الله الحفيظ لا إله إلا الله الحفيظ وتكرره وهكذا إذا أردت أمن أمنا لأقول لا إله الله المؤمن لا إله الله المؤمن لا إله الله المؤمن وهكذا فأترديد الأسماء الحسنى له تأثير في تسير هذا الوجود فأترديد الأسماء الحسنى له تأثير في تسير هذا الوجود وكان من أعظم الأسماء التي يصيبها الإمام شيخ بن عبد الله العيد الروس عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقضاء أي حاجة ودفع كل شهر يا الله يا رحمن يا حيا قيوم يا ذا الجلال يا الله يا رحمن يا حيا قيوم يا ذا الجلال يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا حيا يا قيوم يا ذا الجلال يا الله يا رحمن يا حيا قيوم يا ذا الجلال قال صلى الله عليه وسلم في دعائها أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك فلله أسماء لا يعلمها للملائكة ولا غيرهم من الخلق فله الأسماء الحسنى والصفات العلا أزاجنا الله كمال الإيمان واليقين وحضور القلوب معه وأفتتح الرسالة بالحث على الطاعة وتجديد فيها بالإقبال على الله تعالى وما جعل الله سببا لخير ولا قرب ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا وهي طاعته والإيمان به ولم يجعل سبب العذاب ولا البلاء ولا شرور ولا المحن إلا معصيته سبحانه وتعالى وينطوي قلب المؤمن على اعتقاد أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن نشر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته نشر الدنيا نجدككم خليفهم يزنق لكم عاصم بسم الله الرحمن الرحيم بكتابنا صاحب الدنيا والسالة من المملكة في الإسلام قتلت دعو الشهد الحبيب عبدالله بن عبدالله الحباد رحمه الله تعالى ومعنكم مبحث التقوى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله قيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تمرتم إلا وأنتم مسلمون واقصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فات من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعنكم كهفدون وردكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف عنهون عبد المكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما أجأهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أمر منه عز وجل عباده مؤنن بتقواه وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ثم أمر عباده المؤنن بها ليفوزوا ويغفروا بما جعله فيها من الخير الصلاح واستعالت الفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما عز وجل والتقوى وصير الله رب العالمين الأولين والأخيرين قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصْفِيْنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْحِتَاوَ بِنْقَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ فَمَا مِنْ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَلَا آجِلٍ ظَاهِرٍ وَلَا بَاطِلٍ إِلَّا وَالتَّقْوَى سَبِيلٌ مُوْسِلٌ إِلَيْهِ وَوَسِيلَةٌ مُبَلِّغَةٌ إِلَيْهِ وَمَا مِنْ شَرٍ عَاجِلٍ وَلَا آجِلٍ ظَاهِرٍ وَلَا بَاطِلٍ إِلَّا وَالتَّقْوَى حِرِزٌ حَرِيزٍ وَحِسْنٌ حَصِينٌ لِلسَّلَامَةٍ وَالنَّجَاةٍ مِنْ ضَرِهِ وَكَمْ عَلَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي كِتَابِ يقرر سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله ما كنا نتحدث عنه وَحِسْنٌ مِنْهَا كثير من الناس يرى تحصيل شيء من المتاع أو من الأغراض الدنيوية بالطريق من غير طريق التقوى ويرى أنها تتوفر له بذلك فيمشي معها فلا تمضي مدة إلا لو تقلبت عليه الأحوال والموازين ورجع في أسوأ وشرور وعفات كثيرة وهذا سنة الله تعالى في الحياة حتى كان العوام يقولون عندنا في أمثالهم التقافي البقاء يعني إذا أراد خير يبقى فاغموا على التقوى وإلا ماشي يقوم مهما رأيت أنه فائدة وممفاة وخير على غير التقوى قليل يتقلب الأحوال ويسير في سوى العياذ بالله تعالى سيما واتو كتكي الدنيا وونا لابده وكباتا مامو يتدنيا نكباتا ونذيه مبامو يتقوى يتقوى نتو أتفoute كواندي يزاكي زنجيني pengine زashari pengine sisakairi pengine simzuri لakini kupata elemambu نakaona ya wamingu نazile alizo zipata zimekua mutawafira zimekua zimekua zimezidi لakini بعدamunda elemambu في بالتقوى في البكاة في التقوى في البكاة في التقوى في البكاة وكي يتر ihren estimated كيتو كنت باكية لكي وسبب من كتاب فوتا كتكنديا يأبو ساجي مونغو يأبو كمتير ممزينغو سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البرك الجواد الذي جلتني عنه عن الإحصان بالأعداد المان بالبطف والرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموافق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده وأبلغ حمد أكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وشمن محمد العبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الوقات وقد أكثر أصحابنا رحمه الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الغافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق مذهب معتمد للمفتي وغيره منه للرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صحعه معظم الأصحاب ووفى بما التزم وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجم ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محظوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبة أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات ومنها بيان القولين والواجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف لجميع الحالات رضي الله تعالى عن سيدنا الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وقد جعل الله بركة في عمره وبركة في علمه وبركة في عمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر وتوفي في هذا السن ووزعت مؤلفاته على أيام عمره من حين الولادة إلى حين الموت فوصل لكل يوم عشرين ورقة هذا من المؤلفات والمصنفات فمتا كان في الصباء ومتا طلب العلم ومتا كانت عباداته فهذا البركة في الوقت والعمر انتظر وذلك للمية سورة للمية سورة العلمية سورة الجميع دخل بعض أهل البصائر عن نور إلى مكتبة وقال رأى في بعض الكتب نور زايد عليها فقالوا له كل كتاب رأيت في نور زايد خرجه خرج كتابنا 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 جاءوا إليها وجدوها كلها لما مننا واجدوا سيما بعد يواتوا على البصائر وإنما تويدانية وقد كان سيدنا شيخ بكر بن سالم يقرر كتابه هذا المنهاج ويقرر فيه ويقول إن مؤلف قطب وهو جدير بالفتوح سيما الإمام وعندما أصنف هذا المؤلف واختصر فيه فقه الإمام الشافعي قال أهل وقته يتفقه البقالون يعني صار الفقه يسير البقالين اللي يشتغلون في البقل يعرفون المذهب لأنه حرره تحرير وقربه تقرير هذا على مستوى وقتهم وزمانهم أما اليوم فمتخرج من الجامعة ما يقدر يعرف معاني عبارات المنهاج أسيما أكتواكي بقوة متوة أكفيني اختصار أكتواكي بسلياكي أكتواكي كتابي كدو أكتواك أسيما أكتواكي أكتواكي من الجامعة حريث أن يتم تغير هذه الصفحات ويتم تغير معاني ومقابت معاني كما يوالي مقابت أولو طلب وله استلاح في كتابه هذا ألف فيه الحبيب أحمد بن عبيبكر بن سميت والد الحب عمر رسالة الابتهاج في استلاح المنهاج كتبتحكي فيه أمبو من طوى الحبيب أحمد بن أبو بكر بن سميت أمبو من طوى وقد سافر الإمام السبكي من مصر إلى الشام للملاقات الإمام النووي والأخذ عنه فاستجر جملاً معه الجمال ليوصله إلى دمشق وجعلوا على الجمال حودجاً يجلسوا عليه وبعد مرور أيام وهو يمشي في الطريق سمع هذا الجمال يخاطب واحداً من الناس في مسألة فقهية وصاحبه يقول الحكم كذا وهو يقول ثم سمعه يقول أنا سألت عنها الإمام يحيى النووي في دار الحديث فقال كذا وكذا فاكشف السبكي أستطاع عن وجهه وقال أنت رأيت الإمام يحيى النووي؟ الإمام السبكي أكاون روا ستار كتاكو سواكي أكا مولي زبريو ممونا الإمام النووي قال نعم قال لا يجب إحقه لي أن أركب فوق عينين رأة أبا يحج النووي فخرج من الجمال وقال إركب أنت الإمام السبكي سبحان الله أكا شكا فتو كنغمية أكا سيما سيئزي كفان رميمين قال كيف أنه مستاجر وخاتمي الأجرة ونت سيبب وكما سيئزي كفان رأتا با يحج النووي تأمل المسألة التي باحث فيها صاحبه فوجد الصواب معه والحق معه ومعه جواب الإمام النووي فصار يمشي والجمال راكب على الجمال حتى وصلوا إلى دمشق فلما وصل أخبروا أن الإمام النووي ذهب إلى بلدته نواء ثم توفي فيها عليه رحمة الله فقال دلوني على مكان تدريسه فجأوا به إلى المحل الذي يدرس فيه في مكان يسمى دار الحديث فأخذ يتبرك بالموضع الذي كان يجلس فيه الإمام النووي وأنشأ البيتين المشهورين يقول وفي دار الحديث لطيف معنا إلى فرش لها أصبو إلى بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أمس بحر وجه مكانا مسه قدم النووي وحكذا كان العرفون والعلماء العاملون صحيح نحن نتعرف الآن بينهم فقال الله تعالى لَوَنْتَ اَخْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جِمِيعَ مِنَّا أَلَّفْتَ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَنَّفَ بِينَهُمْ وَالتَّوَدُّ وَالتَّأَلُّكُ مِنْ اِتْلَافِ الْأَرْوَاحِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدْنَا فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا تَرَفْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَقَالَ سُلْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُ وَلَا تَفَرَّقُوا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ المُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَثُ وَلَا يُؤْلَثٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا الْتَقَيَا مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَوْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَمَنْتَقَ مُؤْمِنَانِ إِلَّا استَفَادَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَيْرًا فَقَالَ أَبُو إِدْرِيسَ فَوْلَانِ بِمُعَادٍ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَبْشِرْ ثُمَّ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ يُنصَبُ لِطَائِبَةٍ مِّنَ النَّاسِ كَرَاسِي وَحَوْلَ الْعَرْشِ وَمَرْضِيَامَةِ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْوَدْرِ يَفْزَعُ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَفْزَعُونَ وَيَخَاضُ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَخَاضُونَ وَهُمْ أَولِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِهُمْ وَلَا مُحْزَنُونَ وَقِيلَ مَنْ هَؤُولَئِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال أنوا تحابون في الله وقيل لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة وقيل العدالة خليفة المحبة أفضل من طاعة الرهبة فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة من خارج ولهذا المعنى كانت صحبة صوفية مؤثرة من البعض في البعض لأنهم لما تحبوا في الله تواصوا بمحاسن الأخلاق ووقع القبول بينهم لوجود المحبة فانتفع لذلك المريد بالشيخ والأخ بالأخ ولهذا المعنى أمر الله تعالى باستماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد أهل كل درب وكل محل وفي الجامع في الأسبوع مرة أهل كل بلد وانضمام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في دميع السنة مرتين وأهل الأقطار إلى البلدان المتفضقة في العمر مرة للحج كل ذلك لحكمة بالغة منها تأكيد الألفة والمودة بين المؤمنين وقال عليه السلام المؤمن للمؤمن يتحدث الشيخ علي رحمة الله تعالى الإمام السهروردي عن وصف المحبة والألفة والأخوة بين أهل الإيمان وأنهم ينالون به مراتب لا يمكن نيلها بشيء بغير هذا من الأعمال الصالحة وأو رد الحديث أن أرواح المؤمنين تتعرف أن الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف وقد سمع هرم بن حيان بأوصاف سيدنا أويس القرني رضي الله عنه وحاله مع الله فأحبه لله من أجل الله فأخذ يبحث عنه يبحث عنه مدة طويلة هو لا وجده حتى قرج يوما إلى نهر الفرات في العراق فوجده يتوضع على النهر فعرفه بالوصف الذي يوصف علىه هيرم بن حياني ومن سنة الله تعالى أنه إذا تعلق القلب بشيء بصدق فلابد أن يحصل عليه ولو بعد حين فاحذر أن يتعلق قلبك إلا بما هو خير وفيه المكان الطيبة فلما عرفه بصفاته سلام عليك وقال السلام عليك يا أخي أويس بن عامر القراني قال كيف عرفت اسمي ولم أرك قبل اليوم ولا عرفتك من قبل قال سيدنا ويس إن أرواح المؤمنين تتعارف وإن روحي كلمت روحك فجلس معه جلسة عظيمة ومن أثناء وعظه له قال له يا هرم مات أبوك ومات أمك ومات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر ومات عمر فقال له إنه عمر لم يموت بعد أمير مؤمنين قال بلا إن روحي قد نعت عمر ربنا الخطار قال بلا يصيروا أمير محمد رسول الله حقال لأسجلوا أمير محمد رسول الله وإن روحيا ولم يصلوا أمير محمد رسول الله وإن روحيا ثم رأوا أن ذاك كان يوم قتلي في المدينة ثم يوم استشهد سيدنا عمر في المدينة وهذا اليوم عند الخبر عند أويس في العراق لم يصل الخبر لبعد شهر خباري أكوفا سيدنا عمر الذي فيك باع إراق بعد ميز الموجة وكيان غالي أبرك نمنا إلى قوة وكباتن التاريخي ليلي أويس القرني القتلون بإهيران وكيان يقول له أخي وخديلي عمر بن الخطاب لأن بينه وبينه أخوة في الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم أويس بن عامر القرني قالوا ومن أويس يا رسول الله؟ قال رجل بر بوالدته مجهول في الأرض معروف في السماء إذا كان يوم القيامة نادم نادن ليقوم أويس بن عامر فيشفع في عدد كربيع ومضر أكبر قبائر العرب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتيكم في أمداد أهل اليمن يعني في الأفواج الذين يجئون إلى الحج من اليمن وقال يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسأله أن يستغفر لكما يغفر الله لكما يعلم الأمة الاستمداد من الصالحين سيدنا عمر و سيدنا علي أعظم من سيدنا ويس لكن علمهم أن يستمدوا حتى ممن دونهم سيدنا علي و سيدنا عمر يسأل عنه حتى كان آخر سنة من سنة سنية خلافته فوقف عند الكعبة و قال أيها الناس قفوا فوقفوا قال إجلسوا إلا من كان من مراد قبيلته فوقفوا عدده فقال إجلسوا إلا من كان من قرن وهو الفخذ الذي منه سيدنا ويس من جملة قبيلة مراد فبقي واحد شيخ كبير قال لي أن سيدنا عمر أقرني أنت؟ قال نعم قال تعرف أويس بن عمر؟ قال أنا ما أعرف عندنا بهذا الاسم إلا ابن أخلي لكنه ضعيف وليس لحن نرفعه لك قال هل جاء إلى الحج في حرمنا هذا هو؟ قال نعم قال فأين يلتمسين يوجد؟ قال يرعى إبلنا حوالي عرف هناك هو الرعي حقنا يرعى لنا الإبل قال سيدنا عمر أبضعف بكلا به ثم أخذ بيد سيدنا علي وذهبا إلى عندي عرفة فوجدوا قائم يسلي أمام شجرة والإبل ترعى حوله فسلم عليه فخفف الصلاة وسلم ورد عليهم السلام فقال له سيدنا عمر من أنت؟ قال عبد الله قال عرفت الخلق كلهم عبيد الله ما اسمك اللي تدعوك به أمك أمك تسميك من؟ قال Arif صحيح قال واسه قال صحيح أنت من قرن قال نعم ثم من مراد قال نعم قال كانت لك والدة وكنت برا بها قال نعم قال وكان بك برص فبرعت منه إلا موضع لمعة تحت منكبك الأيسر قال سيدنا علي أما هذا فعمر أمير ممنين وأما أنا فعلي بن أبي طالب فاهتز وقام قائما والسلام عليهم وقال جزاكم الله عن أمتي محمد خير الجزاء قال له أنت جزاكم الله عن نفسك خيرا قال من أخبركم أبي قال رسول الله قال ذكرني قال وذكرك باسمك واسم أبيك وذكر لنا خبر كل فبكاء بكاء سيدنا ويس وقال نفس الفدة لرسول الله وقال له إلى أين تذهب بعد الحج؟ قال إلى البصرة قال أكتب لك إلى عميرنا بالبصرة قال لا يا أمير الممن أكون في غبراء الناس أحب إليه قال فهذا المكان موعج بيني وبينك حتى أتيك بزادي ونفقة قال لي أمير الممن قال لي هذان الثوبان متى تراني أبليهما؟ قال لي أمير الممن وعند أربعة دراهم من رأي هذه البل متى تراني أبليهما؟ يا أمير المؤمنين إن بين إيدي و إيديك عقبتاً كأداً لا يجوزها إلا المخففين فضرب سيدنا عمر الأرض بالدررة وقال من يأخذ الخلافة بما فيها ودأتوا أن أخرج منها كفافاً لا لي ولا علي قالوا فلا موعج بيني وبينك من ممنين إلا حوض رسول الله وهكذا ذكر تعرف أرواح المؤمنين والذكر أن من أعظم الحكم في الاجتماع للصلوات والاجتماع للجمعة والاجتماع للأعياد والاجتماع للحج أن لله أسرار وحكم فيها ومن أعظمها زيادة الألفة والمحبة بين المؤمنين وما تحبثنان في الله إلا كان حبهما يشدهما حباً لصاحبه الله اجعلنا من المتحبين فيه وفي الحديث الصحيح لأيبعثن الله أقواما على وجههم النور على منابر اللولو حول العرش يغبطهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله نعرفهم قال هم المتحبون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه الله يجعلنا منهم الله يلحقنا بهم الله يثبتنا على دربهم الله يسقينا من شربهم الله يدخلنا في دائرتهم الله يصلحوننا في الدارين الله يحلينا بكل زين الله يخلينا عن كل شيء الله يسير بنا خير مسار الله يرفعنا مراتب الأخيار الله يطهرنا عن الذنوب والمعاصي والأوزار وعن العيوب والأكدار الله يصطفينا في من يصطفاهم يددينا في من أدناهم يعلين في من أعلاهم ويرضى عنا في من أعرضي عنهم يربطنا بحبيب وسيدنا محمد يبارك في هذا المسجد والقائمين عليه بركة أمّا كاملة ويسلحنا ولهم شؤوننا كلها في الدارين بلغنا فوق آمالنا في خير نطف وعافية بلغنا فوق آمالنا في خير نطف وعافية خارجنا زايدين محمد سنكا ويحمدنا يحظ محمدنا في الحال ويجعنوا في الحل والترحال فإن أنا يكمل الرجال أهل يمين الكمال حق المادة المولاء بلان يحمدنا مشاركتنا في الليان والله يدرون منا ويسترون ويسترون منا ويسترون منا ويسترون منا وقالون وربصا ربصا نفتح على تبعه فينا في كهنه في النين علم الطويل وهدنا لسواء السبيع على هالك الدنيا وعلى كل نزار هذا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر